شهدت المملكة الأردنية الهاشمية على مدر الأيام الماضية احتجاجات متفرقة على عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة هذا وأكد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم الأردن كما رحب بإجراء حوار حول قانون الضريبة على الدخل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ومحاربة التهرق الضريبي وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل إذا لزم الأمر فضلا عن الوقوف على أسباب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الأردن هذا منتهت إليه رؤية رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده والتي نجم عنها احتجاج من قبل المواطنين صندوق النقد الدولي رحب بدعوات الرزاز لعقد حوار مجتمعي للتوصل إلى حل يقود الأردن بعيدا عن الدخول في نفق مظلم إلا أنه أكد أن عمال لا تزال بحاجة إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض عجز الموازنة للدولة وتقليل الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار واقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة الأردنية فرض ضريبة جديدة سميت بضريبة الدخل الأمر الذي قُبل بأتراض كبير من قبل المواطنين لسيما أن الحكومة ذاتها اتخذت على مدار السنوات السلاس الماضية سلسلة من الإجراءات التقاشفية في هدف منها للحصول على قرود جديدة من صندوق العهل الأردني الملك عبدالله الثاني حذر من أن بلاده تقف أمام مفترق طرق فإما الخروج من الأزمة أو الانزلاق في المجهولة مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده واجهت ولا تزال ظروفا اقتصادية صعبة خاصة عقب تراجع حجم المساعدات الدولية وتحمل الأردن عبء استضافة اللاجئين السوريين ودع الملك إلى اطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيحال إلى مجلس النواب لمراجعته مؤكدا تقسير الحكومة في شرح وإضاح مشروع القانون للمواطنين والذي يعد الأحدث في سلسلة الإصحات الاقتصادية التي انتهجتها الأردن على مدار الفترة الماضية الحكومة الأردنية الجديدة تقع على عاتقها مسؤولية خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية الرهنة والوصول إلى وضع اقتصادي أقوى فضلا عن وضع الخطط والرؤى والتي من شأنها أن ترسم مستقبلا اقتصادي أفضل لأجيال الأردن القادمة